موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالت الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم والتي ركزت في مجملها على ما شهدته مدينة تعز من جرائم ارتكبتها ميليشيا الخوثي خلال قصفها الأحياء السكنية ونبدأ من موقع عدن تايم والذي تابع ما حدث في مدينة تعز وعنوان استشهاد نساء وأطفال وجرح العشرات في مجزرة جديدة بتعز وفي ذات الموضوع أيضا الأصبح يدعو بانكيمون والمجتمع الدولي إلى موقف جاد إزاء الجرائم في تعز وعنوان وزير الخارجية المخلافي يوجه رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن جرائم الميليشيا بتعز وتقول التفاصيل إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي وجه رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبا منه اتخاذ موقف عاجل ورادع إزاء الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية في تعز كما يفيد الموقع أن وزير الخارجية دعا سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية إلى اتخاذ بلدانهم مواقف حازمة وسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم أما موقع الموقع بوست فقد تابع ذات الموضوع وعنوان سياسيون وكتاب ينددون بتخاذ للأمم المتحدة تجاه جرائم الحوثيين بحق المدنيين بتعز وتقول التفاصيل أن ناشطين وسياسيين يمنيين أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية تندد بالمجازر التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وصالح بحق أبناء تعز والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء وسط صمت مطبق من الأمم المتحدة ودول التحالف العربي وينقل الموقع عن عبدالله الأشرف المتحدث باسم مقاومة جوف قوله أن تصريحات أمريكا الأخيرة عن الحوثيين فتحت الشهية لديهم لقتل المدنيين وقال الأشرف عندما أرى استمرار المشاورات في الكويت وتعز تذبح أتذكر معركة عمران وكباش هاد التي أرسلها تحكيم للميليشيات مشيرا إلى أنه إذا لم ينسح بمثلو الشرعية بعد هذه الجرائم فقد أخفقوا في تحمل مسؤولياتهم لوطنهم وشعبهم فمثل هذه الجرائم كافية لتعرية الإنقلابيين وإلى موقع يمن مونتر والذي ركز على أبرز العناوين والأخبار ومنها مسؤول يمني ما يجري في تعز جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها وقالت التفاصيل أن وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبح اليوم قال إن ما يجري في مدينة تعز من قصف لمسلحي الحوثي استهدف الأسواق والأحياء السكنية هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها وأشار الأصبح إلى أن الإنقلابيون يعملون على إفشار مشاورات الكويت للسلام عبر حملة ممنهجة على الأرض وكشف أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أبريل الماضي تم توثيق وارتكاب 779 حالة اختطاف قصري و28 حالة تعديب وحشي ومئات الحالات من الانتهاكات الإنسانية ارتكبها الحوثيون وقوات صالح عن المجزرة التي شهدتها أمس مدينة تعز عن الجرح النازف الذي يحدث كل يوم في قلب المدينة الكبيرة كتب خالد رويشان مقالا أورد فيه عددا من الأسئلة للقتل وقال الكاتب سيبقى الباب الكبير كبيرا أيها الصغار تضربون الباب الكبير في قلب تعز بالصواريخ عشرات الضحايا في سوق شعبي وقبيل رمضان تضربون الفرزة أمام فندق ديلوكس فرزة ركاب لم تعود مجرد حمقى أصبحتم مجانين خالصين فرزة ركاب تضربون شارع جمال وسط المدينة وتتحدثون عن القرآن الناطق الله كبير أيها الصغار القتال في الجبهات وليس في المدن تعز مدينة مكتظة بالسكان بالصواريخ مرة واحدة وفي قلب المدينة وستصومون هل ستصومون بالفعل وتقتلون الأبرياء وبالصواريخ تقتلون وتصومون هذه ليست معركة بدر تذكروا هذه تعز اليمانية الكبرى لا معنى لبقائكم في تعز إلا الإغال في الجرح هل ثمت سياسة أو كياسة؟ أعرف لا سياسة لا سياسة ولا كياسة يا أكياس الكراهية إلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء فيه مطالبات بوقف الحوار مع الإنقلابيين وناشطون يتهمون الأمم المتحدة بنعاية مجازر الحثي وعنوان آخر أمريكا تقول إنها قتلت خمسة عشر من القاعدة في غارات جوية باليمن وكشف الجيش الأمريكي عن شن غارة جوية في اليمن خلال مايو أيار الماضي أودت بحياة أربعة من المتشددين المنتمين لتنظيم القاعدة وكشف أيضا عن شن ثلاث غارات أخرى لم يذكر عنها شيء من قبل وضف بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الغارات الثلاث تلك نفذت في اليمن خلال الفترة ما بين فبراير شباط ومارس وقتلت أحد عشر من مقاتلي القاعدة وقال بيان للبنتاجون إن العدد الإجمالي للغارات التي شنها الجيش الأمريكي في اليمن ضد القاعدة هذا العام بلغ حتى الآن تسع غارات وإلى الوحدوي نتو الذي تابع أحد الموضوعات وعنوان نقابة التدريس بالجامعات الحكومية تعلن رفضها لكافة التعينات الأكاديمية والإدارية غير القانونية وتطالب بإلغائها وقالت التفاصيل إن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم في الجامعات الحكومية أعلن عن رفضه للتعينات الأكاديمية والإدارية غير القانونية في كافة الجامعات الحكومية مطالباً بإلغائها وعبر المجلس في بيان صادر عن اللقاء الذي عقده في جامعة صنعاء عن التضامن التام مع نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم في جامعة صنعاء في تصديهم للتدخلات غير القانونية مؤكداً على احترام استقلال الجامعات وفقاً للقانون الجامعات اليمنية ولائحاته التنفيذية معلناً رفضه الاستهداف الممنهج للعمل النقابي ومحاولة إضعافه كما طلب بيان المجلس بإيقاف التجاوزات غير القانونية بحق أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم سواء بالفصل أو إيقاف الرواتب أو حرمانهم من مستحقاتهم القانونية كالتفرغ وبدل الإشراف والمناقشة معركة تعز والمشروع الإيراني تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري ما قاله المنشور في موقع المصدر أونلاين وقال الكاتب لم يعد خافياً على أحد هولو وحجم التضحيات الكبيرة التي قدمتها مدينة تعز منذ بداية الحرب من خيرة أبنائها وشبابها وحجم الضمار الكبير الذي تعرضت له المدينة وطرقها ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها ومساكنها إلى درجة بات يذهب بعضهم في تشبيه ما يجري في تعز بما جرى لمدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية من الجيش الألماني عاشت المدينة بوقوفها حاجزاً منيعاً أمام ابتلاع المشروع الإيراني اليمن وطوال ما يقارب العام ونصف العام من الحرب والحصار المرير الذي تتعرض له كأكبر تكتل سكاني محاصر جرأ ما تقوم به ميليشيات المخلوع علي عبدالله صالح والحوثي التي تمتلك أكثر من ثلاثة عشر لواء عسكري حول المدينة عدا عن آلاف الميليشيات أيضاً الطائفية التي حاولت قبل عام اقتحام المدينة فانكسرت وهزمت بفعل سمود أهالي المدينة لكنها انسحبت إلى الأطراف لتفرض ما يشبه حصاراً خانقاً للمدينة التي يقدر سكانها بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة عدا عن الملايين من سكان الأرياف التعزية تعز مدينة مدنية بطبعها ومحافظة مسالمة في ثقافتها ما أهلها لأن تلعب أدواراً وطنية وسياسية عقوداً في كل محطات النظال الوطني شمالاً وجنوباً باعتبارها كانت تمثل معقلاً للحركات الوطنية والتنويرية التي أسهمت في تشكل المشروع الوطني الجمهوري الذي أثمر جمهورية السادس والعشرين سبتمبر شمالاً وجمهورية الرابع عشر أكتوبر جنوباً إلى موقع الصحوانت والذي عنوان مشترك تعز يدين الجرائم الوحشية للإنقلابيين بحق المدنيين ويقول الموقع أن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز ذالت الجرائم الوحشية التي ترتكبها ميليشيات الحثي وصالح بتعز والتي كان آخرها جرائم يوم الجمعة التي استهدفت المدنيين بعدة صواريخ أسقطت العشرات من المدنيين قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال وطلبت الأحزاب المجتمع الدولي والدول الرعية للحوار أن تقوم بمسؤولياتها الإنسانية وواجبها الحضاري بإدانة جماعة الحثي وصالح والتعامل معهم كمجرمي حرب يرتكبون كل يوم جرائم إبادة ضد المدنيين وأن تعاملهم على هذا الأساس وكما هو واقعهم الذي يؤكد بأنهم جماعة إرهابية لا شأن لها بالسياسة ولا بالشأن الوطني تمارس قتل المدنيين وتخريب الحياة دون رادع من ضمير أو خلق أو دين هذا وتوجهت الأحزاب إلى لجنة الحوار بالقول إن عليها أن تقف بجدية أمام هذا العبث المسمى حوارا في الوقت الذي يسفك الطرف الآخر دم شعبنا ويغرسون خناجرهم المسموة في صدر المدينة قبل مطالعة أهم ما قالت الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نجدد الترحيب بكم مشاهدين ونذهب لمطالعة ما قالت الصحف العربية ونبدأ من صحيفة السياسة الكويتية والتي عنوانت البحثني للسياسة القاعدة جنى ملايين دولارات وقتلنا ألفا من عناصره بحضر موت وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضر موت شرق اليمن اللواء الركن فرج بن سالمين البحثني في قضتنا الآن ثمانية من كبار قادة الصف الأول للقاعدة وعشرة أجانب من جنسيات صومالية وباكستانية وششانية وأخرى أسيوية من بين 220 إرهابيا ألقين القبض عليهم منذ تحرير مدينة المكلة مضيفا ألقين القبض قبل أيام على مجاميع إرهابية وهم يرتدون زيا نسائيا بعضهم كانوا يستقلون سيارة وحافلة وبعضهم كانوا هاربين من المكلة وأضاف عثرنا خلال الفترة الماضية على كميات هائلة من الأسلحة والدخائر والمتفجرات التي خزانها الإرهابيون في أماكن مختلفة في المكلة وغيرها من المناطق وقمنا بإتلاف نحو 42 طن من المتفجرات التي عثرنا عليها وكشف البحثني أن تنظيم القاعدة عندما كان مسيطرا على مدينة المكلة ومناطق أخرى في ساحل حضر موت خلال نحو سنة كان يجني أموال ضخمة من الموانئ ومن بيع وتهريب المشتقات النفطية تقدر بنحو مليوني دولار يوميا إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي استحوذ عليها من بنوك حضر موت إلى صحيفة الحياء اللندنية والتي تابعت الوضع في عدن ونقلت عن سكان المحليين قولهم إن تبادلا لإطلاق النار سمع في محيط مطار عدن الدولي بخوري مكسر وشر السكان إلى أن إطلاق نار كثيف سمع في أحياء مختلفة قريبة من المطار في خور مكسر من دون توضيح أسباب إطلاق النار وعن معارك باب المندب قالت الصحيفة إن اشتباكات اندلعت بين المتمردين وقوات الجيش والمقاومة هي الأعنف منذ بدء الهدنة في العاشر من إبريل الماضي في مديرية دباب القريبة من باب المندب غربية تعز وفي المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية التابعة لتعز ومديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج المجاورة إلى صحيفة العرب الجديد وجاء فيها قتلى وتبادل أسرى بتعز وولد الشيخ ينتقي وفد الحكومة بالكويت تقول العرب الجديد رئيس وفد الحوثيين في مشاورات الكويت يتوجه إلى السعودية وقالت الصحيفة أن الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله الحوثيين رئيس وفدها المفاوض في مشاورات الكويت محمد عبد السلام قام بزيارة إلى السعودية وضاف الموقع أن عبد السلام قال في سياق التفاهمات القائمة في الحدود وترتيبا لعمل اللجان وبعد التنسيق مع الأمم المتحدة والاستفادة من عطلة الأسبوع قمنا بزيارة ظهران الجنوب لهذا الغرض ومقابلة القيادات الميدانية وأوضح مصدر سياسي مقرب من الجماعة للعرب الجديد في وقت سابق أن عبد السلام غادر الكويت متوجها إلى السعودية في إطار جهود التنسيق المباشر بين الجماعة والرياض ويعتقد أنها تأتي في سياق جهود التنسيق المرتبطة بالمفاوضات وعملية وقف إطلاق النار والتي تصاعدت خروقاتها في الفترة الأخيرة الثورات العربية واحتلال الفضاء العام تحت هذا العنوان كتب سمير الزين مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب من مفارقات الثورات في العالم العربي أن انفجارها جاء بفعل قوى من خارج الساحة السياسية التقليدية وبعض القوى التقليدية التحقت بالثورة متأخرة وهذا ما جعل الثورات مفاجئة للسلطات حيث لم تأتي من المكان الذي توقعته السلطات القائمة من القوى السياسية التقليدية التي تعرضت إلى القمع التاريخي للسلطات ذات الطابع الاستبدادي ما جعل الساحة السياسية التقليدية في الدول العربية ساحة عقيمة وهو ما دلت عليه الثورات نفسها بانطلاقها من تجمعات شبابية جديدة وهامشية لم تأخذها السلطات على محمل الجد لكنها في الوقت الذي دعت فيه إلى التغيير كان الصدى واسعا وشاملا في المجتمعات الوطنية لكن هذه القوى الصغيرة لم تتحول قوى الرئيسية في ساحة الفعل السياسي والأغلبية الساحقة من الشباب الذين أطلقوا هذه الشرارات غادروا ساحة العمل السياسي في لحظة سقوط رأس النظام في حالتي مصر وتونس وتم أخراجهم في حالات سوريا واليمن وليبيا بفعل احتلال القوى إسلامية المشهد ما أظهر وكأن الثورات العربية أنتجت عكس ما كان مطلوب منها بقاء القوى الرئيسية المحركة للثورات العربية خارج الساحة السياسية أفقدها أداة التعبير الرئيسية عن نفسها وهو احتلال موقعها الطبيعي في الفضاء العام للبلد الذي ثار على سلطاته الاستبدادية وقد ترك عدم حصول تلك الساحة السياسية للأدوات السياسية السابقة نفسها بما في أدوات النظام السياسي السابق وإلى صحيفة البيان الإماراتية والتي تابعت ما حدث في تعز وعنوانات ميليشيات الإنقلاب ترتكب مجزرة في تعز وقالت الصحيفة في التفاصيل ارتكبت ميليشيات الإنقلابيين مجزرة في مدينة تعز بقصفها سوقا شعبي أدى إلى مقتل عدد من النساء والأطفال وتتابع الصحيفة سقطت سواريخ الكاتيوشا التي أطلقها المتمردون في فترة اكتضاد المتسوقين مع اقتراب شهر رمضان المبارك مع تأكيد مصادر ميدانية أن القصف جرى من دون وجود أي معركة عسكرية في تلك المنطقة ولم تكن منطقا منطلقا لعمليات المقاومة ضد المتمردين وعن المناطق التي استهدفها قصف الميليشيات قالت الصحيفة طال القصف الخوثي أحياء سكنية في المطفر والمسبح والباب الكبير وشارع 26 سبتمبر كما استهدفت الميليشيات مبنى مستشفى الثورة بمضادات الطيران أثناء اكتضاد المستشفى بضحايا المجزرة من المدنيين وتواصل البيان أطلقت مستشفيات المدينة وعدد من المساجد نداءات استغاثة للتبرع في الدم وإلى صحيفة الخليج والتي عنونت مسؤول أممي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن وتقول التفاصيل حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ليدريك من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء الحرب الدائرة هناك مبينا أن محنة الشعب اليمني أصبحت أسوأ من أي وقت مضى على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق السلام واتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أبريل الماضي وقال ليدريك في تصريح من جينيف أن أعمال القتال قد تسببت في معاناة للسكان على نطاق واسع وتأثر بها الجميع داعيا إلى وقف الحرب وإحلال السلام وتوفير التمويل والدعم اللازمين لعمال الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدة للسكان وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وميليشيات الحثي وصالح قد تعرضت لانتهاكات ولكنه ما زال ساري المفعول وتحدث المنصق الأممي عن أن الأضرار التي لحقت بالموانئ اليمنية مثل الحديدة قد أثرت بشكل كبير على شحن البضائع والمواد التي يحتاج إليها ليمنيون كل يوم مثل الغذاء والوقود والدواء مشيرا إلى أن النداء الإغاثي الذي أطلق لصالح اليمن والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار لم يتم توفير أكثر من 7% من قيمته وإلى صحيفة الشرق الأوسط والتي نقلت تصريحا للعبيد العسيري الذي وصف فيه تقرير الأمم المتحدة بالسلبي والمتناقض وقال أن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة سلبي ويضعف جهود المبعوث الأممي لدى اليمن وضف عسيري أن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة لا يخدم المشاورات الحالية الجارية في الكويت وأنه يحتوي على أرقام عامة لا يعرف من أين تم استقصاؤها وتخالف المعلومات التي لدى الحكومة الشرعية وأضف عسيري للشرق الأوسط أن قوات التحالف لديها دلائل على أن الأمم المتحدة تتواصل مع الإنقلابيين في صنعاء وتعتبرهم حكومة شرعية في الوقت الذي تعترف فيه بالحكومة الشرعية وهذا فيه تناقض كبير ووصف عسيري التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بغير المتوازن كونه يتحدث عن انتهاك حقوق الأطفال وتغافل توظيف الإنقلابيين للأطفال في ساحات القتال وزرع الألغام ونقل الذخائر والمؤان الغذائية مؤكدا أن السعودية ضبطت 52 طفلا يمنيا يشاركون في ساحات القتال وتتراوح أعمارهم بين ثمان وخمسة عشر عاما مما يفند المزاعم التي أوردها التقرير بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحفة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحظه نتابع معا مجموعة من رسوم الكركتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر